فيه ناس بتقول أنا ابني قريل الكلام ابني مش بيشاركني مشاكله أو مشاعره بنتي عيشة جوة زي ما بيقال كده عليها جوة بابل أو جوة فقاعة في قضتها مش بتتشارك معنا في أي نشاط اجتماعي هشفتي ازاي بتقول دي مشكاة دي واحد من أحلامي والله انا كنت متأكده كنت لفها أكمل وقول ان فيه ناس بتشوفت دي مش مشكاة وخوم الناس لا الله فعلا دي فعلا مشكلة اجتماعية وتربوية ممكن تكون بتزيد عند المراهقين احنا مش بنبقى عارفين أسبابها الاهالي بيبقى القلقلين على ولادهم مش بيبقى عارفين ايه اللي بيحصل في مخوهم مش بيبقى عارفين بيفكروا ازاي وان كان الموضوع ظاهريا بيبقى بين انه مريح ولكن لا الاهالي اللي مركزة مع ولادها وفرق معاها بتبقى حبة قوي انها تبقى موجودة في حياة ولادها بتبقى حبة انهم يخرجوا ولادهم من صمتهم بيبقوا حابين يعالجوا لو في مشكلة بشكل تربوي خلينا بقى احنا ناخد كل الاسئلة دي ونروح لدكتورة شيماء الاسد استشاري العلاقات الاثرية والصحة النفسية تقول لنا كده هل هي اصلا مشكلة ولا مش مشكلة الاهالي المفروض تيبقى دورها ايه كل الحاجات دي خلينا نرحب بالدكتورة ونصبح عليها اهلا وسهلا بيك يا دكتورة من ورانا ومشرفان اهلا بيك الاول في حاجة اسمها اصلا الطفل الصامت عشان نقدر نقول له تعريف ولا بيش حاجة اسمها اصلا كده اه في حاجة طبعا اسمها الطفل الصامت هو الطفل الصامت عبارة عن هو مش بيشارك بيتجنب اي اراء اي مواقف اي يعني علاقة فيها تواصل لانه ما عندوش فن التواصل بينه وبين الاشخاص سواء اخوات او صحاب هو كمان انا بسميه يعني او احنا بنسميه هو اتراب انفعالي عاطفي لانه بيبتدي اصلا بالمشاعر لانه بيبقى جاي من عدم الثقة بالنفس من احساسه بشعور بالنقص من زي ما كنتم بتتكلمه كده انه حد بيتنمر عليه فبالتالي ده كل ده بيوصله انه هو بيبقى صامت بيبقى فيه جزئين قسم فيه خجول وقسم منطول والوقتي بقى هنتكلم عنهم يعني لكن طفل صامت مشكلة هو الطراب والمشكلة للاهالي بيبقى انهما مش واخدين بالهم لانه بيبقوا مبسوطين ده ابني جميل صحب لا دي نقطة امتى احدد او افرق بين الطفل الهادي او الطب اعتباعه هادية والطفل الصامت اللي بيعاني من الطراب احدد امتى لو الوقتي فيه بيت هو اساسا هادي صوت هادي الناس كلها بتسوسة وكده فدي جينات وراسية فيه هستري في العيلة كلهم صوتهم واطي وكلامهم بصوت رخيم كده فبالتالي جينات وراسية وان الطفل لم ده بيبتدي عندي من ثلاث سنوات طفل لما بيطلع بيلاقي ده الجو العام بتاع الاسرة فبالتالي هنا الطفل مسموش صامت هو شبه الاسرة اللي حصل له فيها تنشئ لكن لو فيه بقى اسرة فيها علاقات اجتماعية وفيها تواصل وبنتكلم وبنتحرك وفيها طفل مختلف انا لازم اركز هو ليه مختلف ومش معناه مختلف هنا انه هو مريض او عنده توحد لا انا لازم اعرف هو ليه مختلف لان ليه مختلف ده ليها اسباب كتير احنا اصلا مش متقبلين فكرة او مش وارد عندنا ان الطفل يبقى مختلف عن الناس المحتين به اه دي حقيقة لازم كلنا نبقى في العيلة شبه بعض دي حقيقة وده اللي عامل لي المشاكل بقى صامت ولا خجول ولا مشاغب ولا زكي لا المشكلة ان الاهالي بتبقى دخلة فهمة لحياة غلط هو فيه سيستم انا عايز اولادي شاطرين وعايز اولادي اسكية وعايز اولادي مؤدبين يعني عايزين كل حاجة بيرفكت وكل سعيهم ان انا عايبقى ابني مثالي سواء بنت او ولد هي الكرسى بتيجى من هنا فبالتالي انا بحس ده لسه يا دكتورة لسه الناس بتفكر اعتقد ان احنا في الاعلام نتكلم بقى لنا سنين عن القصة دي احنا عارفين انه يفيش حاجة اسمها القطار بتاع الطفل اللي ما حصلش يعني يفيش طفل كامل لا احنا مش كاملين كل حاجة انا طول الحلقات بقول ممنوع الضرب يعني هاخرق بس جزء الفيديوز بتاعتي بقول ان الضرب ده كرسى ده مش تربية واحنا لسه بنيجي بتضربه وبالكهربه وبالكهربته يعني الساعدة بقعدة في العيادة بالكهربة؟ مش بيدينه البولت العالي يعني سلكة كده يعني انا بحكي حاجات يعني انا بحكي لكم حاجات اكيد حزبك شوفتها طبعا يعني انا بقعدة ايه ده بيحصل؟ لا بس ده مرض نفسي ده مش عقاب يعني ده اللي بيعمل كده ده اكيد مريض نفسيا بس هو الطفل هنا زنبو ايه هو خلاص لبس في قب بقى مريض طبع فوق ام سايكوباتية لكن انا بيحصل اه بيحصل لكن ده العادي لا مش العادي فانا ده ردي انه بيحصل اه بيحصل ان انا جايبة ولدين فانا متخيل انهم يبقوا زي بعض في حاجة اسمها سمات شخصية في حاجة اسمها انه كل طفل حتى لو توان طبعا مش معنى ان انا انا واخويا وانا واختي توقم فاحنا شبه بعض اطلاقا بيبقى في حد هادي وحد تاني شائي جدا واهتماماتنا مختلفة وطريقة تفضلاتنا في الاسم بنحسل بعض ده موضوع ومشاعرنا واحدة انا بتكلم على التواني ده موضوع لكن احنا نبقى شبه بعض لا فاحترامنا لسمات اطفالنا ومشاعرهم هي دي اللي عاملة مشكلة يعني الهدوء لو هنتكلم عن الهدوء انا دلوقتي اناش بتكلم على الاتراب الهدوء خلينا نقول ممكن ان يعتبر سمة او صفة مكتسبة ولا زي ما حضرك قلت احيانا بتكون صفة وراسية مثلا ما هي هتمش زي ما انا قلت لحضرتك هي اولا لو فيه جين وراسي او دي لو العيلة كده فده دي مش مكتسبة ليه انا طالع شايف هو من سن من عمر زيرو لاربع سنوات اولادنا بيبقوا بالزبزبات من الاب والام والعيلة هما لسه بيشوفوا الدنيا دي ايه عشان كده حتى دايما نلاقي المال والذي تكلموا تجيب الكلمة دي منين منك يا فانت هتجيبها منين هو قاعد بيلقط دايما نقول احنا شبه الاسفنجة فبالتالي ده بيبقى صفة مكتسبة هو شايف ماما ستواطي شايف بابا ساكت بابا بيجي من الشغل قاعد هدي في حالة كده هدوء ودايما الاطفال دي بقى مشكلتهم بس مش في الهدوء انه هما دايما بيحبوا روتين وبيخافوا التغيير لانه ده بيعمل لهم تقلب فهما متعودين على شيء سيستم معين لو تغير بيوصله ايه 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 انذار خطر مش عاريف هيعمل ايه لكن بقى الطفل اللي انا بقى بشوفه بكتشفه اللي هو ده دايما بقول اولا من ثلاث سنوات بيظهر اللي هو بيكون وبيتكلم بابا او ماما قالوله انت مش فاهم حاجة انت صغير متتكلمش بيخاف حصل انه ممكن اقوله مصطلح دارك كسر خطره كسر خطره ممكن بس هي مش بتتاخد كده قد ما بتتاخد ان جرحتني قدام ناس احنا بنتخيل ان هم اطفال مش فاهمين بالعكس هم فاهمين اكتر واسكى ومشاعرهم بتبقى لسا بيور بيبقوا حسسين بنا حسسين اكتر بيبقوا حسسين للمواقف هش كده دايما قلت بيتجنب المواقف بيقدروا يقروا كمان وشوش الناس يعني بيقدروا الشخص بيبتدي بيمكن مركز في ردود الاكتر مني بالزبط بيبقى عارف انه هنا المواقف ده محرج يعني هنا انا اتحركت فبالتالي بيقرر ليه بقى بيسكت عشان يحمي نفسه انه هو قبل كده حصل له اهانة يعني مثلا فيه بنت في العيادة كانت جاية مش بطرف وهي كبيرة مش بطرف تعمل اي حاجة هي ليه سكتة عشان هي وهي صغيرة مامتها ضربتها في التمرين هي مش حبة تنزل مش عايزة تمرن سباحة مش عايزة طبعا الام اجباري عندها في السيستم الوروسي ان السباحة هتخلي نفسها وجسمها ده عندك مش عندها هي ليها رغبة فبالتالي الام عملت ايه خدتها رمتها وزعقت رمتها في اللابول زي ما احنا بنشوف يعني الاهالي احنا بنتخيل ان انا كده بخليها جريئة واني بخليها مقدامة وبنعمل سيناريوز كده فوزيع كلها غلط في غلط طبعا البنت حصل لها ان هي تكسفت ان هي ركزت ان كل الناس دي شافتها ان هي تزقت كرهة المية اساسا قررت ان هي يبقى فيها صمت فبالتالي حصل لها ايه ان هي بقت منطوية فالام بدأ اتخاف عليها فجابتها طب ما احنا من الاول فده اللي انا بقوله هنا بقى ابتدي شوف انا السبب لي طبعا العجل قطعك يا دكتورة البناء النفسي وقوته بتختلف من طفل تاني يعني فيه اطفال زي بحرك بتقولي الام بتاخدها ترميها في المية او الام بتاخده ترميها في المية فهو بطريقة ما بيسورفايف او بيقدر يعني يعمل كده وفيه ناس ممكن تنسحب خالص وتقرر انها ما تعملش البناء النفسي بقى اللي بيخلي طفل مقدام وفايتر وطفل تاني ينسحب ويرجع بيختلف ولا عن طريق التنشئة ولا لا دي حاجة خلقت ربنا لا 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 هو ليه لان احنا لازم نعرف يعني ايه بناء نفسي انا اولا بتديله ثقة بالنفس بحسسه انه قد ايه هو محبوب وليه ايمة لان دايما نقول الاحضان بتاعة الام لأولادها ليها معاني كتير دي ولا ليها علاقة بالدلع ولا ليها علاقة بأي حاجة لازم اوصل لابني ان انا بحبك انت بتغلط انا زعلانة من السلوك احنا هنتفوض فيه لكن انت سواء عملت حاجة غلط او حاجة صح انا بحبك لشخصك فده بيعزز من امتو النفسية ان انا ما بتديش انا اللي بتدي اجرحه قدام الاخر لازم عرفه ان انا قد ايه بحفظ على مشاعرك ليه بقى لما بيحصل انا مثلا ده انا بعمله مع ولادي من هما صغيرين هما لما كبروا الوقت تمام ايه اللي بيحصل بقت بالنظرة ليه هما تربوا عندهم كرامة كبرياء فهما ما عندهمش استعداد يغلطوا عشان مش عشان ما يحرجوش نفسه بالزبط فاحنا للأسف لازم نعزز الكرامة لازم نعزز ان انا احافظ على مشاعره لازم اقوله وديله ثقة ان احنا لازم نغلط عشان نتعلم اعتقد يا دكتر طبعا يعني اسفر قطع كلامك اعتقد سؤال منه متعلق اكتر بسمات او صفات الطفل فيه طفل لما بيتزعق له او بيتعرض لموقف محرج زي ما حضرتك قلت بينسحب وينطوي ويختار ان هو خلاص فيه طفل تاني بيبقى عنده القدرة انه يتعامل ويتعايش ويرد ويصد او حتى بيتعامل يعني زي مثلا ما بنشوف كتير تعليقات على مثلا مواقع التواصل الاجتماعي حد يقول يا جماعة ايه موضوع التربية الحديثة ده ما احنا طوله عمرنا عايشين وبيتزعق لنا يعني ده سؤال حضرتك هل في فكرة الصلابة النفسية دي موجودة بتختلف من طفل اخر عن طريق حتى الصفات الوراثية يعني زي ما بكنا منتكلم فيه طفل هيتكسف ويعود فيه طفل تاني لأ هرد وعيدي وزعالي برا وجراش حاج يعني عايدي تمام لا هو كلهم كلهم بيبقوا حساسين لان احنا ربنا هو ربنا خلينا افترتنا ايه اصلا كائنات اجتماعية محببة يعني ايه يعني احنا عندنا مشاعر تمام هو اللي بيفرق بين ايه بقى مش الصلابة النفسية بتيجي هنا عشان هو تعود على التهزيق او تعود او تعود ان هو يحصل له اهنة قدام الناس لا هو بيطلع في حاجة تانية بمعنى انا الوقتي عندي مشاعر فانا حساسة تمام مش مستحملة حد يعمل كده فانا خدت جنب عشان مش مستحمل ده يحصل وهبتدي يحصل لي صمت وانتوا واقف القطي وإلى آخره تمام الطفل التاني بالزبط ده اللي بيحصل مش انتي عملتي معي كده وانتي عايزة ده حاضر ايه بقى اللي بيوجعك مثلا هديك نموذج جي طفل عارف ان مامته لما بتجيب له حاجة المدرسة حاجة المدرسة دي حاجة بالنسبة لها مهمة جدا كل ما تجيب له يكسرها هيشوف ايه اللي هيديق هيطلع يعني هيطلع مشاعره بشكل او باخر ايا كانت تطلع هتلاقيه بقى عند عنف فعش كده بقولك الاساس مش كده رضيتها الاساس واحد لكن ردود الافعال هي بتختلف عارفة انا بالنسبة لي الطفل اللي بيصمت انا هقدر اخليه يتجاوب معايا لكن الطفل العنيد او الطفل اللي بيبقى عنده صالبة زي ما حرك قلت دي مش صالبة ده بيقاوم رد الفعل باسلوب عنف هو ده بقى اللي الخطر فيه اكتر لكن الاساس واحد يعني رشدت لطفل الطفل الصامت او الطفل المنطوي او الطفل اللي عنده اضطراب زي ما حضرتك قلت اولا هل ليها علاج ولا لا وايه طريقة التعامل تمام طبعا ليها علاج العلاج اولا ان دايما الاطفال بصفة عامة كلنا من زيرو لاربع سنوات محتاجين احساس الحب الثقة بالنفس ان انا ابتدي اعرفه قد ايه هو محبوب عنده صحاب لازم اعلمه كمان فن ومهارة التواصل لان لما هو بيبقى مش عارف يتواصل مع الاخرين بيبقى حاسس انه هو قليل فبالتالي بيبقى مش عارف يتكلم بيخاف يتهده فالناس تتنمر عليه او تتريع فبالتالي انا الوقتي عشان اعمل رشدة فانا هقول لو سمحتم لازم اعرف ابني ان هو محبوب انه هو امته كبيرة عندي ان انا هحافظ على مشاعره قبل اي حد لازم اخليه شخص اجتماعي لازم اشوف هو اتعرف على مشاعره وصفاته واتعامل معاها ملوش علاقة انا حابب اطلع ايه كان نفسي ابني بقى ايه اتجاوب مع سماته الشخصية كمان لازم اعرفه ان احنا كلنا بنغلط عشان نتعلم بس الغلط هيجيب ان انا اتعلم ما قررش الاخطاء تاني كل ده بقى بيعمل هنا الصلابة النفسية بيطلعني وثق من نفسي حاسس ان انا مش اقل من حد حتى لو غلطت المشكلة بيديهم كمان اكتر ثقة فينا ان لو حصل اي حاجة انا هرجع لماما هتلحقني فكل ده دي روشتة بتخلي اي طفل ناجح زي ما حرك قلتي مقدام لانه هو الناجح والمقدام بيبقى ليه مش خايف انا هخاف انا لو غلطت ماما موجودة انا عارف انا حاسس اني مسنود بالزبط بس انا مش متسيطر علي بالزبط ومحدش بيتصرف لي انا بتصرف لكن لو اخطأت عن غير قصد او عن غير شر او عن غير تعمد فيه اللي هياخد بالله بالزبط لان عندهم حماية زايدة او عنف زائد فبالتالي بيعملوا ايه بيبقوا سكتين لان اولا انا قررت انت تلبس كذا طبعا ده مش موجود الوقت بس يعني قليل وتعمل كذا ها في اطفال بتستسهل مش مستهلا يا قرر البس ايه اه اه بالزبط بس ده بقى التبعية بتعمل كده والحماية الزايدة بيبقى خايفين 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 والعنف الزايد فكل الحاجات دي بتخليهم بتعمل فيهم ايه مش بتديهم صلابة نفسية لما انا عمل العكس وابتدي يعلمه يختار وش كده بقول الاول لما قلتلكوا التعريف الطفل ايه قلتلكوا هو بيتجنى بالمواقف والتواصل انا هعمل العكس بالعكس انا هشاركه وهديله رأيه وحسسه انه هو كبير وخليه عبر عن رأيه بس باحترام باحترام انت عارفين انا باتحك لك اكيد دكتورها شايمان يعني انت دايما مقبول ودايما ليك مكان عندي كبير الموضوع عملوش علاقة بانت صغير ولا كبير الموضوع عملوش علاقة بانت اشتر واحد ولا اكتر واحد بطر رياضي ولا اكتر واحد اقدب واحد في الدنيا اكيد كل واحد عند امه وعند اهله بصفة عامة هو الافضل فعنيهم على الاقل دايما الامهات بتبقى عندها شعور انها انا دايما هدعمك في كل الاحوال انت المكانك كبير عندي مالهاش علاقة خالص بنجاحاتك بحترم خصوصيته لكن هدعمك بحترم لازم احترم خصوصيته اكيد اكيد كل شكرا لكي دكتورة شمال اسد استشاري العلاقات الاسرية والصحة النفسية نورتينا وفتتينا جدا شكرا لوجودك معنا نورتينا دكتور مرسي